والحكومة الشرعية تتقدم في كل مكان نجاح جديد للديبلوماسية اليمنية هذه المرة تتمثل في اتفاق بين وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ونظيره الليبي على افتتاح السفارة والقنصلية الليبية في العاصمة المؤقتة عدن قريبة سفارة لليبيا في عدن بعد أسابيع من تسليم سفير جمهورية الصومال السفير عبدالله حاشي شوربا أوراق اعتماده للرئيس هادي أواخر ديسمبر الماضي والإعلان رسميا عن افتتاح الصومال لسفارتها بالمدينة بدأت إذن رقعة التمثيل الدبلوماسي الدولي المتواجد في العاصمة المؤقتة تتواجد شيئا فشيئا بالإضافة إلى بدء نشاط عمل المنظمات الدولية الأمر الذي سيسهم في كسر الجمود الدبلوماسي وتجيع أطراف أخرى للعودة بشكل رسميا لليمن من بوابة عدن يتوقع مراقبون أن استقرار الأوضاع الأمنية في عدن وانتظام الرحلات الجوية في مطار المدينة من شأنه تشجيع وحث العديد من الدول لافتتاح مقرات لسفاراتها في عدن وهو ما سيمثل انفراجة للمواطنين الذين يواجهون مصاعب جمة نظرا لفرض أغلب الدول تأشيرات على اليمنيين ووجود بعثاتها الدبلوماسية خارج البلاد وبحسب محللين فإن العزلة الدولية التي يواجه بها العالم الانقلابيين تتعزز إذ تكاد صنعاء تخلو من الفعل الدبلوماسي باستثناء تواجد محدود للقائمين بأعمال السفارتين الروسية والإيرانية ترجمة نانسي قنقر